تحياتي الى كل الاخوة الشرفاء داخل الجزائري وداخل المغربي تحياتي الى كل الاحراري في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش نتحدث هذه المرة حول تصريحات هذه اللي قام بها وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل واللي على اثرها حدثت يعني ضجة وحرب كلامية بين الجزائريين والمغاربة واستغلت بعض الاطراف وبعض الجهات مثل هذه الهفوات ومثل هذه الثغرات من اجل توسعة السراع بين الجزائريين والمغاربة والهائهم يعني عن القضايا المصيرية انا ما رانيش رايح نمد دروس لهنا انتع وعظ وما رانيش رايح ندير دروس فيما يتعلق بالديبلوماسية وانا ما راني رايح نمد وجهنت عن نظر تاعي كجزائري اعتز بالجزائريين تاعي بعيدا عن الوطنية الزائفة وبعيدا عن استغلال مثل هذه المواقف قبل ما انتحتوا على تصريحات هذه انتع عبدالقادر سهل بيوده هو ان اذكر يعني الجزائريين والمغاربة من انه هذه القضية انتع السراع هي ليست وليدة اليوم وانما عندها خلفيات بدليل هو انه كانت هناك حرب ما يسمى بحرب الرمال في 1963 بدليل ما زال الان نحن على ابواب 2018 فيه جزائريين من يقولوا باللي القضية هذه كانت اختطاف تاع الطائرة اللي كان فيها بوذياف وايتحمد بنبلة وكذا كان في ذلك جهات يعني في المغرب وهي اللي كانت وراء معلومات الفرنسا بالاضافة الى انه فيه ناس جزائريين اللي يقولوا احنا درنا الثورة والمغاربة دول استقلال مثلهم مثل تونس ومثل دول اخرى فمسألة هذه انتع السراع هي اللي استولدت اليوم ومن بعد لحقت عليها القضية هذه انتع البوليزاريو دركين مغاربة اللي هم يعتبروا من انه الصحراء مغربية وفيه جزائريين اللي يقولك احنا الصحراء الغربية ويعني ما زال نقاشها اليوم ما راهوا ما زالوا مشي بطبيعة الحال كي الناس اللي راه مدركهم يسترزقوا بمثل هذه القضايا سواء من الجنب المغربية ولا من الجنب الجزائري احنا يعني كمواطنين نريد هو انه تكون هناك الاخوة بين الشعبين ونريد هو انه نبني هذا المنطق انتع المغرب العربي والمغرب الكبير على يعني اسس صحيحة بحيث هو انه هذه السراعات نقضيه عليها الى الابد ذرك مع الاسف شديد كين النظام الجزائري هو انه يستعمل في ناس اللي هما معارضين للنظام هذا انتع المخزن يستغل في تصريحاتهم او يستغل في مواقفهم من اجل يبين باللي راهوا على الحق في نفس الوقت يعني الناس اللي راه مدركهم تابعين لهذا النظام المغربي كيف كيف رام يستعملوا في نفس السياسة وراكم تشوفوا مرة على مرة حتى انه يغلفوا التصريحات انتاعهم بمواقف انتاع سياسيين جزائريين اللي رام هما ينتقدوا النظام الجزائري قال باش باللي راهوا هذلكلام ما راناش حنا اللي نقولوا فيه رام جزائريين ويقولوا فيه وراكم تعرفوا استغلوا بعض من بينهم النصاب هذك في وقت سابق استغلوهم ضد الجزائر وما زالوا يستغلوا في هذك العامين اللي راهوا في بريطانيا ويستغلوا في ناس اخرين هكذا مرة على مرة من خلال تصريحات ومن خلال حوارات ومن خلال كذا من اجل توجيه ضربات للجزائر وانا شخصيا في وقت سابق كانوا تصلوا بيا عن طريق واحد جزائري راهوا الان متأكد ربعمية من الف مليون في السعاب اللي راهوا سمافية تصلوا بيا وداروا معايا حوار على واحد الصحيفة في في المغرب ولكن لما شافوا الاجوي بنتاعي واصريت انا على جلبش الحوار هذك اللي داروه معايا على جلبش يعني ينقل كما هو اه فظلوا انه ما ينشرهش لان لماذا لانه انا فاهم هذه المسائل يعني يجيه هو انه قال مثلا يطرحوا لك اسئلة على الجنرالات على الجزائر ويطرحوا لك اسئلة للجزائر انا لست غبي على جلبش انا نعطي له ايش راح يحوس انا ايضا رايح نمر الرسائل اذا كان هو راح ويحب هو يستغل هذه تصريحات تعيه انا نعطيه نعطيه للدماغ ما لهما لما شاهدوني باللي انا راني نتحدث نفس الشي كي النظام المغربي كي النظام الجزائري قالوا الله هذا الموقف هذا ما يخدمناش نفس الشي يراكم تشوفوا يعني كين هذو الناس يخدمون للنظام المغربي كي هذو الناس يخدمون للنظام الجزائري يخشون هذا الرأي المستقل هذا اللي هو ما هو مع النظام المغربي ولا مع الجزائر انا مع الجزائر ولكن افرق انا بين الوطن وبين هذا العصابة اللي راح تحكم فيه وفرق بين المغاربة و المغرب و بين الناس الذين بحكمُ عن الطرح في المغرب نفرق بينهم الشعب المغربي شعب shown وعائشين على الحشيش و المحرمات ولكن فيه رجال مصلحين فيه ناس راموما يحوسوا على هذه الوحدة المغرب العربي والوحدة المغرب الكبير نفس الشي في الجزائر فيها ناس مصلحين فيها ناس طيبين فيها ناس يحبون الخير فيها ناس هما ما راهم اشتبعين للنظام هذا وفيها في المقابل ناس بلطاجية وناس يستعملوا في هذه الوطنية الزائفة وفيها ناس عملاء وفيها ناس مجرمين وفيها ناس هما راهم عايشين أيضا بالمحرمات سواء بالمسكرات سواء بالهلوسة سواء بأي طريقة واحدة أخرى بالرشوة بالرباة بأي طريقة واحدة أخرى نحن ما لازم نمشيوا مع هذ الناس اللي راهم مذرك هما يستغلوا في هذه التصريحات سواء انتع الجزائريين ولا انتع المغاربة من أجل على جلبة شوما يسيئوا للعلاقات الأخوية اللي راها قائمة للإسلام وقائمة للثقافة وقائمة للهوية المشتركة أو قائمة على أشياء اللي تجمعنا تقاليد إلى غير ذلك ما لازم نحن ننساوه هذه الأشياء الكبيرة اللي هي تجمعنا ونروح نحن نمشي وراء الشواذ ما لازم نحن نسقطه في هذا الفخن إذن فيه جهات داخل الجزائر وداخل المغرب تستغل هي في مثل هذه التصريحات ورقم تشوفه مرات ناس هكذا سواء على القناة هذه ما يسمى بالمغاربية هذه أو قنوات واحدة أخرى يجيبوا جزائريين هكذا اللي هما ينتقدوا في النظام الجزائري ولكن ما يتحثوش على المغرب ذرك هذه التصريحات هذه اللي رأيه ذرك أدلة بها هذا وزير الخارجية رأيها كان قنوات فرنسية رأيها دائرة أفلام وثائقية على قضية هذه المخدرات رأيها موجودة أي واحد ذرك يدخل الموقع أنت على اليوتيوب ويكتب فقط المخدرات في المغرب أو يكتب الله دغوك وماغوك يشوف بعينه يشوف بالصوت وبالصورة تشوف أراضي شاسعة هكتارات مغروسة بالحشيش ذرك قضية تصريحات هذه لما تصدر من وزير خارجية وفي وقت وين أنه راناكورك مسمعته قبل أيام وين أنه صرت بعض الأشياء وكان مرات حتى أنه يغلفوا يعني علاش الناس ما تتحدثش على التصريحات هذه انتع حداد كيف ما راههم دائرين على هذه التصريحات انتع وزير خارجية علاش ما تتحدثش الناس على التصريحات تحدد اللي يتحدث على عبد المجيد تبون اللي هو راه كان يخدم في هذا النظام ويقول بالمفترس ويقول نحاونا انتع ما نشعارف كذا قطار دينا أضعاف انتعها وكل مرة منين ما ينحيونا حاجة نديروا الأضعاف تاعها رئيس هذا انتع هذه المجموعة هذه انتع اللي راههم أرباب المال علاش ما تقومش الضجة عليها في الجزائر لماذا وقعديني للتيوب الناس هاهو القيد صالحة وراح للمنطقة الفلانية راهوا دش قهوة او راه دش نادي هاهم كذا وقعديني للتيوب الناس ومخليين مسائل كبيرة منها المرض هذا انتع ابوتفليقة منها هذه الأزمة الاقتصادية منها هذه الحرب الدائرة اللي راهت دور في ليبيا في هذه المنطقة انتع الساحل منها هذه القوافل انتع الحرقة منها القضية هذه انتع المخدرات اللي راهها ايضا في الجزائر ذو كلما يتحدثون عن المخدرات في المغرب موجودة هذه وراهم كين مغاربي اللي راه مذركهما يعترفوا بها ولكن حدثونا ايضا عن القضية انتع زنجبيل وحدثونا عن القضية انتع اسمه ذاك جنيرال انتع المخدرات اللي راهنا تحدثنا عليه في حوار سابق اذا انتع وطني مع النقيب حسين هارون حدثونا ايضا على هذا الجنيرال انتع السكر انتع البنان انتع الالكترونيك ما لازمش يستغبون الاخوة والاخوات لا هذا انتع النظام المغربي والله هذا النظام الجزائري ما لازمش يستغبون في وقت سابق كانت مثلا هذه القنوات الرسمية اللي هي راها تعمل على توجيه الرأي العام الحمد لله احنا عنا هذه الفضاءات الان نخلق فضاءات تعتواصل بيننا وبين الاشقاء في المغرب وفي تونس وفي ليبيا وفي العراق وفي سوريا وفي اي دولة عربية وفي اي دولة مسلمة وفي اي دولة في العالم كي الناس دورك مثلا قال مثلا فرنسي اللي رهم ذوك مثلا هما مع تحرر انتع هذه الشعوب والله قال مثلا امريكان والله انجليز هذا الناس الاحرارة انا اتحدث لا اتحدثنا على هذه المنظمات الماصونية والصهيونية وهذه المنظمات اللي هي را تستغل في قضايا انتع حقوق الانسان وانتعك ذا وتحوسي انها تنخر لشعب لا اتحدث على الشرافة والاحرار اللي رهم هما ماذا بهم باش هذه الشعوب تعيش مثلهم في ظل العدالة وفي ظل خوة والتسمع هذه فضاءات نستغلها احنا لجل باش نتقاربوا مع بعضنا البعض وعلى جل باش احنا نخلقوا علاقات بعيدا على هذك الاعلام الموجه اذن اخوة والاخوات ما لازمكمش يستغبئكم بمثل هذه المسائل بالاضافة الى انو ذرك النظام المغربي والنظام الجزائري يستغلوا في مثل هذه المواقف من اجل تشويه المعارضة هذه مسألة لازمكم تسطروا عليها سبعمائة الف خط لماذا مثلا النظام الجزائري رغم انو ذرك مثلا هذه التصريحات اللي راهو ذرك مثلا قام بها ذرك هذا وزير الخارجية الجزائري يعني ممكن هو انو يقولها مثلا واحد معارض سياسي في حمل انتخابية وممكن يقولها اعلاميين ولا سياسيين قال مثلا في مناظرات تلفزيونية مثلا لكن هو انو يقولها رأس الدبلوماسية في الجزائر هناك علامة استفهم لماذا في هذا الوقت بالذات وانو راهو رئيس الحكومة اعلن يعني قبل ايام من انو الجزائر راهو يصل لها الموسى العظم اذن هما يستغلوا في هذه الاوضاع ويستغلوا في هذه التصريحات من اجل تشويه المعارضة ركما تشوفوا مثلا كالناس بعض المعارضين اللي هما رهم طايحين في الفخ طايحين في الفخ هما قاعدين فقط ينتقدوا في النظام الجزائري لكن ما يتحثوش على ما راهو جاري في المغرب بالتالي ذرك المواطن الجزائري خاصة اللي راهو في الداخل لما يشوف نظام المغرب يتحدث في نفس الكلام يتحدث في بعض المعارضين بالتالي هو تنطلئ له الحيلة ويصير هو يكره هذه المعارضين يقول لك هذو رهم عملة وحتى هما رهم يمشيوا فيها مرة على مرة العملة اكما معرفت هذوق شكون اللي راهو يعطي لهم المغرب في الدراهم بالاضافة الى انه هو ايضا النظام المغربي هذا راهو يستغل في تصريحات يستغل في مواقف بعض الناس مثلا نجمع انتعلم هذوك راه كين منهم اللي راهو يروح للمغرب كين منهم اللي راهو ينسق مع بعض الناس هكذا وبالتالي لما الناس يشوفوا يقول لك والله غير فعلا رامح وسوع لجلب شوما يذرون بالجزائر وبالتالي هو ينفر من هذه المعارضة ما لازمش هو انه اي انسان تجيك وسيلة اعلامية هو انك تروه نعطيكم كم مثالة هذه ليلى بوزيدي هذه اللي راه في الشروق الان كانت تخدم في قناة مغربية تعرفوها وها اذا كان راه فحلة صح لما تسألوها تجاوبكم اذا قلت الان اقلت الان الكلام هذا ولا ما قلتوش والله اتصلت بيا لما صرعت بالاحداث هذيك في الجزائر وطلبت مني قلت لي على جل باش راني شفتك هكذا ومنا وتابعت بعض المداخلات وبعض تعليقات تاعك حبيت على جل باش نستظيف هكذا على جل باش تتحدث نا على هذا القضية وش راه جاري في الجزائر قلت لها صراحة انا راني ننشط للموضوع هذا المصالحة فهم انا باللي راح تستغل تصريحات انتاعي هذيك تستغل ضد الجزائر لذلك انا افرق بين النظام الجزائري وبين الوطن ياخوي انا جزائري مهما كان الامر انا ننتقد النظام الجزائري ننتقد انا بالكيف ينتاعي وانا نختار الوقت اللي ننتقد فيه ونختار الوقت انا اللي انا نسكت فيه خطر على بالي مرة تكين بعض الناس الذين لم يفهم سياسة وكذا لما تحث بعض الاشياء يقول انت الدافع للنظام اتلعب على روحك يودي تم اكفهم فيها من اول اخر تتلح في امور ها وشوف قضية مثل هذه ترى كنت تحكي 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 ومبعد يخرج ارجو ياخو انا انا تصل بيا في وقت سابق وقال لي ها ها الهاتف انتاعي وتصل بيا في اي وقت في اي موضوع تحكي فيها ارواح لماذا لانه نفس الشي عارف باللي التصريحات انتاعي رح رح تستغل بالتالي انا ما نخليش انا واحد يستعملني وربما في المستقبل لما نوصل الوحد المستوى هو انه يكون هناك واعي وتبدأ الناس تفرق فيما بعد ما عليش ها سيدي هو انك انت تتحدث في قناة فضائية اللي رح هذوك قلمة رح محسوبة على زيد ولا على عمر تتحدث هو انك تدلي برأيك وتبدأ الناس تفرق بين الرأي انتاعك انت وبين الخط انتاع القناة خطر لك مادام الناس رح تشوف باللي انت تروح واحد اخرى لذلك كان هناك خلط وكان هناك تضليل ناس كثيرين مع الاسف شديد ما زال هما يخلطون في مثل هذه القضايا ولذلك انت لازمك تختار الوسيلة الاعلامية اللي تتحدث فيها لذلك انت ما لازمش تعطي لهم الفرصة ذرك هذه التصريحات هذه اللي قام بها هذا سهل لا شك هو انها جات كما قلت لكم انا في وقت وان راه كان هناك حديث حول ازمة اقتصادية خانقة في الجزائر وهذا مش نقوله راه هما اللي راه يعنوا فيها القنوات الفضائية والوسائل المختلفة قوافل منتع الحرقة راه تخرج للجزائر وصاروا الآن بالصوت وبالصورة وعائلات حتى من الاولاد تحم الصغر راه يديو فيهم وراه يعني غلي صاروا يدافعوا الجزائر اكثر من الناس اللي رام داخل الجزائر هذه التصريحات اذن جات في وقت واناها تخفي وراءها الكثير من الاشياء وكيما قلت لكم لازمكم تفهموا بللي كي الناس رام يستغلوا في مثل هذه التصريحات ويستغلوا في مثل هذه المواقف من اجل كيش ما يقولوا صب الزيت النار لذلك الاخوة والاخوات احذروا ما لازمش تنجروا وراء التصريحات ما لازمش تنجروا وراء بعض المواقف سواء تعلق الامر بهذا الناس اللي رام يخدموهما لفائدة النظام او هذي الناس اللي رام يقولوهما معارضين كين هناك مخططات من اجل ضرب الوحدة الوطنية كين هناك مخططات من اجل تقسيم المنطقة ومن اجل خلق دولة جديدة في اطار ما يسمى هذا بالشرق الاوسط الجديد لو كانت تقرأوا بعض الكتب وتشوفوا ما الذي حدث يعني بعد سقوط هذه الدولة العثمانية وتشوفوا المناطق هذه انتعى السراع تركيا سوريا الجزائر مصر وتشوفوا هذه المناطق اللي حتت فيها السراعات وتشوفوا هذه قضية الفلسطينية وتشوفوا هذه الامور كيف شرها مازال نفس السراعات ماخذ عنوين جديدة ماخذ طابع جديد ولكن السراعات راها مازالها ومازال تنية تقسيم شوفوا على شرهم هما ماخذين مواقف ضد اردوغان هذاك وضد تركيا شوفوا على شرهم ماخذين مواقف هما يتعلق بمصر نفس الشي بالنسبة للجزائر نفس الشي بالنسبة لليبيا نفس الشي بالنسبة للمغرب نفس الشي بالنسبة لفلسطين وسوريا لذلك الاخوال ملازمش تنجروا سواء كنتوا جزائريين ولا مغاربة ولا ليبيين ولا تونسيين ملازمش تنجروا وراء هذه الموجات اللي راه الهدف انتاح واضح وضوح الشمس نحن ضد هذه الأنظمة الطاغية ونريد تغيير حقيقي تغيير هادئ تغيير اللي هو يعطي فعلا السيادة لهذه الشعوب وتغيير فعلا اللي هو ينهض بهذه المنطقة المغرب العربي والمغرب الكبير تغيير فعلا اللي هو يعيد لحمة تغيير فعلا هو أنه ينهض بهذه المنطقة على كل الأصعدة الحمد لله راح عنا سياحة الحمد لله راح عنا مناطق خلابة سواء تعلق الأمر في الجزائر ولا بالمغرب ولا بتونس ولا بليبيا ولا بأي دولة من هذه المناطق حابين ننهضوا بالفلاحة حابين ننهضوا بالرياضة ولكن ما لازمش تدخلوا في هذه الصراعات هذه لأنه فيما بعد أنتم راكم تخدموا في هذه العصابات اللي رأيها هي تسترزق بمثل هذه الحروب وتسترزق بمثل هذه المأساة يعني ذلك الناس وما يحرشوا بين واحد وواحد وانتم تزيدوا تجي واحد يجي مع واحد واحد يجي مع واحد راكم تعرفوا باللي الآن نذكرها الناس تستغل في هذه الوسائل انتع الإعلام هذه انتع التركيب وانتع المونتاج وانتع التركاج وانتع كذا وانتم راكم تعطيولهم في الفرص إنسان لما يجي يتحدث في موضوع معين لازم يدرسه يدرس الخلفية تنتاعه ويدرس الماءلة تنتاعه وفيما بعد يصرح خاصة من الناس هذول يرام يتحدث في وسائل الإعلام الثقيلة إذا انتقد انتقدهم في اثنين لما تحدث ما تقولش انتا ويلو للمصلين وتحبس هذه باختصار الإخوة والأخوات المداخلة انتعي إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسهم من الشيطان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته